تداول روادي مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وخاصة عبر موقع فيسبوك وو تويتر صورة تلفت الانتباه بالأبيض والأسود حيث تشهد جلوس الرئيس العراقي الإسبق صدام حسين أمام مائدة طعام في أحدى جلسات العمل السياسي فيما قيل إن الشخص الذي يقدم له الطعام والشراب هو الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الذي كان لا يزال شابا يافعا يعمل كموظف صغير ونادل خلال الاجتماعات بزعماء الدول الأخرى فهل تلك هي الحقيقة وفي الوقت الذي أشار فيه آخرون إلى أن بوتين ظهر في صورة النادل في تلك اللقطة كجزء من مهامه السرية كعميل استخبارات روسي محنك يتضح أنه خلال عام 1975 والذي شهد التقاط هذه الصورة من هذا الاجتماع السياسي المصغر كان لا يزال طالبا في السنة النهائية في جامعة سانت بيترسبورغ ما يؤكد استحالة أن يكون عميلا سريا أو حتى موظفا صغيرا في هذا الوقت منذ أكثر من أربعون عاما